ذخائر وأسلحة أمريكية تشحن إلى أوكرانيا للوهلة الأولى لا جديد في ذلك مع التعهد الأمريكي بدعم كيف عسكريا لكن المختلفة في مئات الآلاف من طلقات المدفعية الأمريكية التي باتت في طريقها لأوكرانيا هو مصدرها إسرائيل فواشنطن لجأت إلى مخزون ضخم وغير معروف من الذخيرة والأسلحة الأمريكية في إسرائيل حسب ما أكدت مصادر رسمية لصحيفة نيويورك تايمز فما قصة هذا المخزون؟ ترجع أصول مخزون المعدات والذخائر العسكرية الأمريكية في إسرائيل إلى حرب أكتوبر 1973 حين أقامت الولايات المتحدة جسرا جويا لتزويد إسرائيل بالأسلحة عام 1981 وقعت الولايات المتحدة وإسرائيل مذكرة استراتيجية مهدت الطريقة لتخزين أصول تابعة للبنتاجون على الأراضي الإسرائيلية وبدءا من 1984 بدأت واشنطن في تخزين المعدات العسكرية في إسرائيل ولكن فقط للاستخدام الأمريكي من دون السماح للجيش الإسرائيلي باستخدامها في عام 1989 قررت إدارة جورج بوش الأب تغيير شروط المخزن وإتاحة وصول إسرائيل إليه في حالات الطوارئ وسمح لإسرائيل بسحب الذخيرة الأمريكية من مخزونها أثناء حربها مع حزب الله صيف 2006 ومرة أخرى خلال العمليات ضد الفصائل الفلسطينية في قضاع غزة عام 2014 استخدام إسرائيل لهذا المخزون العسكري في مناسبتين يسلط الضوء على أهمية هذه الأسلحة ودورها الاستراتيجي نحن نتحدث عن وسائل قتلية مثل نقلات جنود مدرعة وذلك إلى جانب قنابل قذائف وكما ذكر بعض هذه القنابل هي قنابل ذكية بمعنى أنه يمكن استخدامها في بعض الحلال ورغم وجود قواعد أمريكية في عدة دول في المنطقة لأن أي من هذه الدول لا يحق له استخدام أسلحة تابعة للبنتاجون من النحية النظرية هذه أسلحة مخصصة للولايات المتحدة فقط هذه معدات أمريكية وهي الاستخدام القوات الأمريكية من ناحية أخرى يمكنني أن أتخيل أنه في حالة الطوارئ قد تسمح الولايات المتحدة للدول المضيفة بالوصول إلى هذه المعدات على سبيل المثال في حالة الطوارئ مع إيران شحن الذخائر الأمريكية من مخزون في الأراضي الإسرائيلية قد يدفع باتجاه مشكلة دبلوماسية في العلاقات بين روسيا وإسرائيل وهو ما سعت الأخيرة إلى تجنبه منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا خوفا من أن تشدد موسكو رقابتها على الأجواء السورية بما يحول دون الهجمات المتكررة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي ضد القوات الإيرانية وعناصر حزب الله هناك ملاد الزعبي بي بي سي ترجمة نانسي قنقر